اشتركوا في القناة المحلل الرياضي رأفة العلامي مساء الخير كابتن أهلا وسهلا فيك إذن بدايتنا راح تكون مع سؤال شارك وسؤالنا لليوم بيقول هل أنت مع بقاء ريدناب مدربا للمنتخب الوطني والخيارات هي نعم أم لا وطبعا بإمكانكم التصويت بالإجابة على السؤال عبر تطبيق رؤية سؤال شارك الخاص ببرنامج إكستراتايم والتصويت بيستمر حتى نهاية الحلقة كابتن رأفة هل أنت مع أم ضد بقاء ريدناب مدرب للمنتخب الوطني؟ يعني شوفي بداية يعني ما أعتقد أنه الرجل ممكن نحكم على تجربة يعني أسبوعين أو أقل من أسبوعين يعني أهم أساسيات أي مدرب للحكم على التجربة يكون يعرف إمكانيات اللاعبين كان واضح أنه ما بيعرف إمكانيات اللاعبين يعني من أنا شايف من الموضوعية أو من المنطق أنه نحكم على ريدناب بهاي المباراة فقط أو مباراة بانجلاج ولكن أنا رأيي الشخصي أنه المدرسة الإنجليزية ما بتناسب كرة القدم الأردنية بغض النظر عن الاسم ريدناب اسم كبير عنده سيفية عنده خبرة أكيد يعني في كرة القدم ولكن المدرسة الإنجليزية تختلف كليا يعني عقلية اللاعب الأردني طباع اللاعب الأردني ثقافة اللاعب الأردني ما بيناسبها الكرة الإنجليزية بغض النظر عن الاسم النقطة الثانية والمهمة أنا برأيي المستوى الليفل اللي عند ريدناب فيه فاجوة بين اللاعبين وبيننا أنا برأيي أنه يمشي بالسلم درجة درجة أفضل برأيي أنه مستوى قد يعني لا يحقق الفائدة على المدى البعيد ممكن ولكن إذا بدنا نتائج وبدنا أعتقد أنه ردنب مش الشخص المناسب مش لأنه ردنب غير مؤهل أو لا بالعكس برجع بكرر يعني من الظلم أنه أي شخص أنا أو غيري يعني شو إحنا بالنسبة لها ردنب في كرة القدم عنده الزلمي معرفة تامي أكيد في كرة القدم ودرب يعني حتى لو منح فترة أطول أنا برأيي برأيي لا إحنا لسه يعني بصراحة حتى أكون صريح أننا نتكلم بصراحة وشفافية الفجوة كبيرة بين مستوى ردنب واللعب الأردن بدنا مدرب أنا برأيي مدرب أحيانا في مدربين صعبين نزل لمستوى اللاعبين وهذا ظهر في مباراة أستراليا ظهر أنه الرجل في واد وإحنا في واد نعم إحنا أكيد رح نحكي أكثر عن المدرب وعن التجربة الصغيرة اللي أضاها مع المنتقب الوطني بس رح نشوف هلأ تقرير عن مشوار النشامة في التصفيات ونرجع نكمل حديثنا بعد ختام مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الأسوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 حسم المنتخب الأسترالي صدارة ترتيب هذه المجموعة وفيما يلي استعراض لمشوار المنتخب الوطني في هذه التصفيات بداية هذه التصفيات كانت خارج الديار حين رحل النشامة إلى تاجكستان لملاقات منتخبها هناك وتمكن حينها من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وكان حينها أحمد عبدالقادر مديرا فنيا للفريق بعدها تمت الاستعانة بالبلجيكي بولبوت وفي أول اختبار له تعادل سلبيا مع قرغستان هنا في عمان في أول انتكاسة للنشامة في التصفيات لقاء بنجلاديش خارج الديار انتهى لصالحنا برباعية نظيفة لكن الأداء يومها لم يكن يلب الطموح لتكون الانطلاقة الحقيقية هنا في عمان وعلى حساب المنتخب الأسترالي حين تغلبنا عليهم بهدفين دون رد وانتزعنا تصدر الترتيب في الاياب استقبلنا تاجكستان على أرضنا وبين جمهورنا وبالرغم أن الفوز تأخر حتى الشوط الثاني إلا أننا حققناه بثلاثية نظيفة ليواصل النشامة صدارة الترتيب لتأتي الانتكاسة على يد قرغستان مرة أخرى ولكن هذه المرة بخسارة موجعة بهدف دون رد خسرنا على إثرها زعامة هذه المجموعة لتكون المهمة الأصعب في المواجهة الأخيرة أمام أستراليا كون اللقاء الذي سبقه مع بنجلاديش حققنا فيه فوزا عريضا وصل لثمانية أهداف دون رد لم يسمن ولم يغني من جوع لأن نقاط صاحب المركز الأخير تشطب في الترتيب لتكون الصدمة مع أستراليا في اللقاء الأخير بخمسة أهداف لهدف بقيادة الإنجليزي هاري ردناب ليتبخر الحلم بالوصول للدور المقبل حتى كأفضل مركز ثاني من الأربعة الذين صعدوا إلى الدور الحاسم من التصفيات المتتبع لمشوار النشامة خلال التصفيات يرى أن تغيير المدربين وعدم الاستقرار الفني أثر بشكل كبير على نتائج المنتخب الوطني ليتبخر حلم الوصول لمراحل متقدمة في التصفيات إذن كابتن خلينا بالبداية نحكي بشكل عام كيف تقيم مشوار المنتخب الوطني خلال التصفيات إذا نحكم على التصفيات أكيد المشوار مش جيد لأنه ما تأحلنا بكل بساطة الأمور تأخذ بنتائجها بكرة القدم أنا برأيي ما كان الهدف أو الغاية أن ننفوز على بانجلادش وطاجكستان البداية كانت ممتازة بكل أمانة كانت أول مباراة خرج أرضنا مع تاجكستان وتحقق المطلوب مباراة كانت صعبة وكان أداء ونتيجة بعدين نجينا عن مباراة قرغستان بأرضنا اللي برأيي هي نقاط مباراة قرغستان سواء الذهاب أو الياب هي كانت اللي أخرجتنا من التصفيات كان المدرب جديد تم إحضار مدرب جديد رجعنا عنينا من موضوع أنه ما كان يعرف إمكانيات اللاعبين وكان جهاز فني مساعد معه برأيي التعادل مع كرغستان بالبداية هو أول مصمار في نعش إجاز التعبير طريق المنتخب بالتصفيات بعدين نجينا لمباراة بنغلاديش إلى آخره صار عملية إعادة تصحيح للمسار أمام أستراليا أمانة كانت أفضل مباراة أداها اللاعبين كان أداء ممتاز على كل النواحي النواحي الفنية النواحي البدنية النواحي الذهنية رجع المنتخب أعطى نفس للجماهير ولمتابعين وكان يمكن البناء بصراحة بشكل أكثر من ممتاز على مباراة أستراليا لأنه أنك تفوز على أستراليا أنا برأيي إنجاز للأسف رجعنا تعثرنا كمان مرة مع كرغستان بغض النظر عن الظروف ولكن أنا برأيي أنك تخسر من كرغستان ذهب وإياب منطقيا بكل صراحة وللأسف يعني بحكيها لا نستحق التأهل للدور الثاني هلأ المباراة الأخيرة مباراة أستراليا الكل كان يعرف أنا شخصيا كنت عارف أن المباراة صعبة ظروف المباراة جدا صعبة كانت من كل النواحي مباراة فيها سفر خصم كثير قوي خارج أرضك الإصابات يعني زادت الأمور تعقيد يعني إصابة حسنان الفتاح إصابة محمد الضميري عوامل عناصر الخبرة هاي المباراة كان بدها عناصر خبرة للأسف كانت الإصابات مؤثرة جدا واللي يعني كمان التغيير اللي صار اللي هو التغيير في الجهاز الفني أو خلينا نحكي الإضافة اللي صارت للجهاز الفني لأنه هون صار في عملية تشتيت للمسؤوليات بكل صراحة أنا كان رأيي أنه كنت مقتنع أنه استقدام ردنب هدفه مش فني بالدرجة الأولى يعني كيف مش فني أكيد فني ولكن لأنه أكيد يعني أي حدا بيعرف كرة قدم أنا حكيتها طلعت أنا وطارق سألني حكيت له مستحيل ردنب مش ساحر والرجل حكاها بالمؤتمر الصحفي حكي أنا مش ساحر الفترة أصيرة الفترة بسيطة والنقطة الثانية المهمة أخت سميحة كرة القدم دائما أنا بحكي فيها أسس ومبادئ من الصعب كرة القدم يعني مش علم ولكن أنا دائما بحكي واحد زائد واحد يساوي اثنين ما بصير العملية الزرم ما بيعرف إمكانيات اللاعبين ما بيعرف قدرات اللاعبين والأهم هو اشتغل بمستوى أعلى كثير من مستوانا يعني أنا متأكد من طريق من مباراة أستراليا ثبت لي تضح لي من مباراة أستراليا والأردن إنه هو بفكر الطريقة تختلف كليا عن الوضع اللي كان موجود للأسف بالنهاية كل هاي الأمور مجتمعة طرينا نخرج من التصفيات واللي برأيي أنا فشل هذا اسمه فشل في كرة القدم إنه إحنا من كأس العالم السابق نتأحل لملحق عالمي نخرج من الأدوار مع أن الفرصة كانت حتى نكون منطقيين المجموعة ما كانت صعبة جدا فيها صعوبة يعني كان لهم فرصة كبيرة كان في فرصة طبعا أنا أبدأ لعمل حقا أس عالم أكي أستراليا عقبي ولكن أنت عندك أحسن في أربع فرق بتنافس على أفضل ثوانية كرغستان منطقيا المفروض إحنا ما تغلبنا أو ما أدرنا مبارتين كرغستان لأنه كان المفروض في إدارة المنتخب أو بطريق التفكير كيف ذاك تهل الدور الثاني في حسبة نقاط على الأغلب مباراة كرغستان ذهب وإياب من أصل ست نقاط ممكن كان المفروض أن نجمع أربع نقاط على أقل تقدير من أستراليا ماكسيمام ثلاث نقاط وتحققت يعني هي النتيجة الأبرز كانت أستراليا بالتالي خسارتك النقطة واحدة من تجميع نقطة خسارة خمس نقاط أمام كرغستان كانت واضح أنها رح تأثر كثير على موضوع التأهل للدور الثاني الظروف هاي كلها مجتمعة للأسف ساهمت في يعني في خروج المنتخب وأنا برأيي هذا الخروج إن شاء الله أنه ما تكون يعني أكيد إلو أثار سلبية ولكن الصح أنه يعني الأشخاص أصحاب القرار نراجع المرحلة نعم أكثير بتصير فيه أخطاء ولكن ممكن الخطأ يتحول يعني نأخذ إيجابيات الخطأ إذا جلسنا بصراحة ويتصحح ولكن يجب أن يكون الموضوع صريح بصراحة نعرف شو الأخطاء ونحاول عدم تكرار الأخطاء لأنه أنا برأيي كرة القدم الأردوين الآن في مرحلة مفصلية نعم طيب هلأ خلينا نحكي عن المنتخب في البداية جمع 16 نقطة سجل 21 هدف واهتزت شباكو بسبعة أهداف بغض النظر عن رصيد النقاط والإحصائيات كيف شفت خط هجوم ودفاع المنتخب خلال التصفيات وتحديدا في لقاء أستراليا شوفي إذا بدك تقيم المرحلة كلها المنتخب أدى مباراة أفضل مباراة أدى أمام أستراليا أنا قناعة الشخصية بدليل أنه فاز على أستراليا وهذا كان يعني كان شيء كثير ممتاز أنك تفوز على المنتخب الأسترالي بنتيجة جيدة وأداء كان جيد أنا بحكي أنه بولبوت كان كفاءة كفاءة تدريبية عالية الفرق بين بولبوت وبين مثلا ردنا بإذا نأخذ حالتين بولبوت أكيد أوروبي وإلى آخرية ولكن بولبوت درب بإفريقيا يعني بعرف عقلية يعني متعود على لفل معين استطاع أنه يضيف إشي للمنتخب يعني يمكن انتجامه كان أكبر أسرع أسرع كان أسرع وأنا بقناعاتي كان فيه لمسة لبولبوت في مباراة أستراليا كيف دك تحكم على عمل مدرب في المباراة الكبيرة يعني بولبوت مباراة قرغستان ما كان يعرف اللاعبين ولكن في مباراة أستراليا كان عمل مدرب كان عمل مدرب واضح أنا قناعاتي الشخصية أنه بولبوت كان كفاءة تدريبية شاءت الظروف وما كمل معنى بال طيب هل برأيك تعتقد أنه قراءته الفنية بمباراة قرغستان كانت صحيحة؟ شوفي أول مباراة ما كانت لأنه ما كان يعرف مكانية اللاعبين دائما في كرة القدم برجة بحكي مستحيل مدرب ما يعرف اللاعبين يعني هذا منطق يعني ما فيه مدرب مين ما كان بغض النظر على الإسلام أحسن مدرب في العالم يجي تدرب اللاعبين ما يعرفهم ما رح يستطيع هاي كانت البداية بالقياب؟ بالقياب الظروف كانت صعبة للأمانية ظروف شوفي دائما يوم يكون في أي مباراة إذا 11 لاعب خارج المباراة المدرب لا يلام يعني 11 لاعب كانوا خارج المباراة يعني ما كان كانت الظروف صعبة هل هو يتحمل جزء من المسؤولية أكيد ولكن ظروف المباراة كانت صعبة اللاعبين ما كانوا بيومهم على الإطلاق 11 لاعب وحتى اللي نزلوا البدلة ما كانوا فهي يعني ما تتحمل لمسؤولية مدرب بكل أمانة نيجي للمباراة الأخرى هلأ المرحلة اللي وصلناها نحن المرحلة الحاسمة أنا برأي خسارة قرغستان البلياب هي اللي كانت برجع بعيد لك القش اللي قسم الظهر البعير زي ما بحكو ضيعت الفرصة هي اللي ضيعت الفرصة وكانت منتهي الأمور بكل صراحة هلأ وصلنا لمرحلة آخر مبارتين مباراة بنجلادش أنا برأي مش هالمباراة اللي نحكم على مستوانا ولكن أمام أستراليا إدارة المباراة إذا نحكي عن مباراة أستراليا إدارة المباراة من كل النواحي كانت خاطئة من كل النواحي فنيا الفريق لم يؤدي لا على المستوى الفردي لا على المستوى الجماعي الفريق كان لا شكل هجومي ولا شكل دفاعي أنا متأكد حتى المنتخب الأسترالي تفاجأ بمستوى المنتخب الأردني اللي بتشوف الأهداف الخمس اللي تسجلت على منتخبنا أهداف أخطاء ساذج على مستوى التمركز على مستوى كل علاء يعني إذا نحكي كرة قدم كل الأخطاء يعني اللي كانت موجودة في كرة القدم كانت موجودة خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم ولكن اللي أنا كنت اللي فاجأني أنا شخصيا يعني شو كنت متوقع إضافة من ريدناب ريدناب بعرف الكرة الأسترالية هو حكى بمؤتمر الصحفي صحيح أنا بعرف لاعبين المنتخب الأسترالي هلأ أنا طلعت أنا وطارق أنا مش مدرب بذكر حكينا عن منتخب أسترالي حكيت لنقطة قوة منتخب أسترالي في المباراة هاي راح تكون بعودة جيد دينيك وكروز هلأ جيد دينيك انصاب وما لعب وهذا كان مؤثر كروز هو اللاعب اللي عمل صنع أربع أهداف طب يعني أنا متأكد أنه بعرف إمكانياته لاعب بلعب بالطريقة هاي بدون رقابة بدون يعني هاي أول شغلة النقطة الثانية أخت سميحة اللي كانت أنا متفاجأ من طريقة إدارة ريدناب بارش كيف حسبها هو أنا ببع بعض السبب أنه ما بعرف إمكانيات اللاعبين دخل هو دخل يضغط على المنتخب الأسترالي في كرة القدم إذا ضغطت وكان ضغط غير منظم أو ضغط سلبي المشاكل بتصير كبيرة المنتخب دخل يضغط على المنتخب الأسترالي وأنا برأيي غريبة يعني كيف حسبها بطريقة منتخب أسترالي على أرضه بين جمهوره بالطريقة وعنار المنتخب الأسترالي ببعناصر الخبرة يعني عكس مباراة اللاعبها في الأردن يعني لعب أربع خمسة ناصر ما كانوا موجودين في الأردن دخل ضغط بطريقة سلبية الضغط في كرة القدم لما يكون عشوائي وبطريقة سلبية بصير تشتيت للجهد فالتالي كشف الدفاع يعني صار المساحات مفتوحة بطريقة أنا متأكد المنتخب الأسترالي تفاجأ من المساحات الموجودة وبالتالي المباراة راحت كان هو بذهنه أنا متأكد من خبرته وهو حكى أنه أول نصف ساعة هي المهمة في المباراة إدارة المباراة الأسلوب اللي اتبعه أمام المنتخب الأسترالي لا أعتقد أن الأسلوب الأمثل الضغط بالطريقة اللي بدأ فيها المباراة حتى دخلي هاجم لا يعني المفروض ألعب على إمكانياتي ألعب على قدراتي عندك غيابات اللاعبين أغلب اللاعبين أنا متأكد هو يعرف يعني أكيد الكابتن عبدالله بزماء أو الأشخاص المعنين وصلوا له معلومة أن اللاعبين مش لاعبين خبرات يعني فيه لاعبين كثير كانوا موجودين بالملعب مش لاعبين خبرات الخطأ الثاني عملية توظيف اللاعبين يعني إحسان حداد لاعب ممتاز وكلنا منعرف إمكانياته ولكن إحسان حداد لاعب أول مباراة تقريبا رسمي مع انتخب الأول أمام أستراليا لاعبه عكس مركزه يعني كان فيه أخطاء بصراحة يتحملها اللي اتخذ القرار طريقة الأسلوب المتبع التكتيك اللي اتبعه ضد أستراليا أنا مستقرب للحظة هاي أنا متفاجئ أنه بخبرة ردنا بحسبها بالطريقة هاي لأنه منتخب أستراليا بيعرفه المفروض بيعرف أكثر من منتخبنا هو هيك حكى يعني هو حكى بالموقع يعني كان لازم يوظف اللاعبين على حسب معرفته بلاعبين أستراليا طريقة خطأ الأسلوب خطأ توظيف اللاعبين خطأ يعني دخل يلعب بطريقة دخل يعني أوكي أنت بدك الفوز ولكن أنت تلعب عمام أستراليا فيش توازن منتخب غير متوازن غير منضبط أسوأ مباراة للمنتخب من سنوات بكل صراحة بدون مبالغة منتخب غير منضبط تكتيكيا لا يليق بسمعة الكرة الأردنية الأداء اللي تقدم اللاعبين كلهم على المستوى الفردي كانوا ضايعين تايهين إذا جاز التعبير تايهين بالملعب ولكن المدرب بتحمل مسؤولية عدم انضباط اللاعبين على المستوى الذهني على المستوى البدني أنا برأيه كان مفروض المباراة ودار بطريقة أفضل من هاي الطريقة نعم للأسف يعني إحنا كنا نتمنى أن نشوف مباراة يعني على الأقل أداء أقوى من الأداء اللي طلع من اللاعبين هو يشوفي الخصم صعب وكان معروف أنه الخصم صعب ولكن أنت سهلت المهمة نعم يعني إحنا خسرنا بإيدينا أكيد المنتخب الأسترالي قوي ولكن المنتخب الأسترالي ما بلتعمعه بالطريقة هاي أنا متأكد أنه لو لو توازن لو أغلق مناطقه الدفاعية ما في رقابة فردية في أساسيات كانت غريبة يعني مش موجودة في يعني أبلعب مع منتخب أستراليا أي واحد بتابع كرة قدم بيعرف قوة المنتخب الأستراليا على الأطراف يعني لعب بخط وسط بصراحة أنا برأيي خط اللاعبين الارتكاز كانوا ما أدوا دورهم ولا عشرة بالمئة لاعبين الأطراف لاعبين الأوسط منذر أبو عمارة يا سن بخي تركوا الأظهرة لاعب زي ما حكينا يعني إحسان حداد ناشئ حرام ظلم أنا برأيي ظلم للاعب إحسان حداد عمق الدفاع كان للأسف مفتوح يعني ما في لاعب أدى دوره في الملعب والطل أهم أنا برأيي قراءة المباراة لم تكن سليمة واضحة يعني ما بدها خبير قراءة المباراة لم تكن سليمة ليس هذا الأسلوب الأمثل تلعب مع منتخب أستراليا البعض بحكي أنه ردنا بخبرة من انتقدوا آه كرة قدم أنا بالنهاية بهمني أشوف كرة القدم بول بوت في مباراة الذهاب أدار المباراة بيّن شغل مدرب أدار المباراة بطريقة أكثر من ممتازة أوكي في عناصر غابة حسن عبد الفتاح وجوده كان مؤثر ولكن بالطريقة اللي فيها المنتخب أمام المنتخب الأسرالي صاحب القرار اللي قرر يلعب بالطريقة هاي لم يقرأ إمكانيات لعبين ولا إمكانيات الخصم وبالتالي المنتخب دفع الثمان نعم إذن رح ننتقل لاستعراض النتائج الأولية لسؤال شارك سؤالنا كان بيقول هل أنت مع بقاء ردناب مدربا للمنتخب الوطني الخيار الأول نعم 37% والخيار الثاني لا 63% يعني النسب بتوافقك 63% للا شوفي أنا برجع وأكد يعني ردناب أكيد مدرب عنده خبرة يعني ما بصير لا أنا ولا غيري ممكن يشكيه بقدراته ولكن مش دائما الشخص اللي عنده خبرة مناسب إليك نعم شوفي كرة القدم الأردنية ثبت ثبت إلنا المدرسة العربية أنا برأيي حتى المدربين إحنا إنجازات نطلع إنجازات المنتخب الأردني بكل صراحة هيك التاريخ بيحكي ما فيك تأمل شفت مرة وحدة وفجأة إنجازات الكرة الأردنية تحققت مع مدربين إما محليين أو مدربين عرب بداية الإنجاز كان مع الكابتن محمد أبو العوض بظروف كانت صعبة للجميع وما كان عندنا إمكانيات بعدين إنجازاتنا كانت مع الكابتن محمود الجوهري بعدين الكابتن عدنان حمد حتى مع حسام حسن أنا بقناعات الشخصية الفترة اللي قضاها حسام حسن كان فيه إيجابيات وبالتالي واضح واضح يعني أنه إحنا المدرسة العربية أفضل من الأقرب إلينا وأفضل لأنه بكل صراحة يعني أنا إلي تعليق على المباراة الأردن وأستراليا ردنا باللي كان يدير المباراة الخط طب كيف كان يتواصل مع اللاعبين ما فيه تواصل في كرة القدم لازم تتواصل مع اللاعبين ما كان فيه تواصل لأنه بكل صراحة نحكي ما حيانا الشمس ما بتتغطى بغربالت صحيح تواصل بالانسجام وإشيء أساسي تواصل لغوي بينهم فأنا برأي المدرسة العربية هي أفضل بالفترة الحالية تحديدا أو إذا كان ولابد لمدرب أجنبي يأخذ فترته يجي فترة قبل المنافسات ويكون على مستوى يستطيع يعني يوصل للمستوى لاعبنا الأردني بعدين يطلع مع مستوى اللاعب الأردني ما يكون فيه فيه جاب أو فجوة كبيرة بين المدرب وبين اللاعبين نعم رح ننتقل هلأ لنحكي عن المدرب الإنجليزي هاري ردناب منشوفها التقرير عنه ومنرجع بعد فشل المنتخب الوطني بالوصول للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائية كأس العالم 2018 يتساءل الشارع الرياضي عن مستقبل المدير الفنية الإنجليزي هاري ردناب مع النشامة هاري ردناب واتخاذ الكرة أكدوا خلال تقديمه لوسائل الأعلام بأن ردناب قادم لقيادة المنتخب الوطني في لقاء بانجلاديش وأستراليا ومستقبله لن يتم الكشف عنه بشكل رسمي وأن اتخاذ الكرة سيعقد جلسة خاصة لبحث موضوعه عند ختام التصفيات المدرب الإنجليزي صرح لوسائل أعلام أجنبية أنه يرحب بفكرة إتمام مشواره مع المنتخب الوطني وبالتالي فإن الأمور تبدو مباشرة من ناحيته بالبقاء لفترة أطول لكن كيف سيكون رد اتخاذ الكرة بعد قيادته لقاءين وغدم نجاحه بالوصول للدور الحاسم وتخطيه المنتخب الأسترالي الفترة المقبلة ستنحصر فيها مباريات النشام على التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019 فقط وهذا يعني أن المرحلة ستكون قليلة للقاءات الرسمية وهذه فرصة لاختيار مدير فنية يؤيد بناء المنتخب الوطني من جديد ويكون قادرا على مقارعة عمالقات القارة الأسيوية الأيام المقبلة ستكشف عن مستقبل ردناب مع المنتخب الوطني وقبل اتخاذ أي قرار يجب على اتخاذ الكرة لراسة كافة الجوانب الخاصة بهذا القرار وأن يكون مبنيا على أسس وخطط يتم من خلالها استعادة بريق النشام كابتن رأفة قبل الفاصل طبعاً أنت حكيت عن هاري ردناب وعن خبرته طبعاً وتجربته وعن ما حدش بقدر ينكر هذا الإشي وذكرت أنه يمكن هو مع المنتخب عندنا مش رح يزبط بسبب يمكن أنه ما يصير انسجامي يمكن الفكر الأوروبي أو الإنجليزي ما بتناسب مع الفكر العربي في حال بقي هاري ردناب مع المنتخب خلال الفترة المقبلة شو ممكن الإضافة من بقاءه إنها تكون؟ لا هو شوفي أنا برجع بعيد ردناب كان مدرب عنده خبرته أكيد ما فيه اتنين يختلفوا عنده خبرته ولكن الخبرة اللي عندها هاري ردناب بعتقد أنه سابقيتنا بمراحلة كبيرة نعم وبرجع بعيد وبأكد الدليل مباراة أستراليا يعني هاري ردنا بيوم أدار مباراة منتخب أستراليا طالب من اللاعبين الضغط هو بفكرة أنه لأنه بده الفوز أنه يضغط المنتخب الأسترالي يمنع بناء الهجمة بس ما كان عارف أنه فيه أساسيات مش موجودة متوفرة عنها يعني مثلا ما بتوقحه من لعب منتخب مثلا مدافع يراقب الكرة وما يراقب الخصم ما توقع يكون عملية الضغط بالطريقة هاي التحرك بدون كرة هاي بذهنه إذا بتسأله وبينه بنحلب لكن اتفاجأت ما توقعت هيك هاي ممكن تكون تبريراته وبالتالي أنا نقطة يوين أنه إحنا لازم نمشي بالسلم خطوة خطوة هاري ردنا بدرب توتنهام درب لعبين محترفين إحنا لسه ما عنا احتراف حتى نكون منطقيين وإحنا لسه ما عنا منشآت ما عنا شغلات كتير فأنا برأيي عشان يكون البناء سليم وعشان نمشي بالموضوع بأسس سليمة لازم نبدأ بالموضوع خطوة خطوة هاري ردنا بأكيد خبرته مفيد ولكن ممكن يبدأ مع جيل مع لعبين صغار بالسن إلى آخره لسه الكلتر تبعتنا العقلية تبعت لعبين بكل صراحة نحكي بصراحة مش هذا الجيل الموجود الحالي اللي ممكن يناسب هاري ردنا هلا لا لعب بالجيل ولا لعب بهااري ردنا بس هي الحلقة ما في فت لأنه خبرات الرجل تختلف كليا يعني في بكل صراحة مستوى أعلى مننا بكتير هلا إحنا هدفنا بالنهاية نجيب مدرب يفيدنا ويطور كرتنا المحلية ونحقق نتائج أنا برأيي والتاريخ بحكي هيك تجاربنا بتحكي هيك أنت ما بتدر أحيانا تغيرت تجاربنا بتحكي أنه نجحاتنا ما كانت يعني راي ويلكنز راي ويلكنز أجل راي ويلكنز مدرب عنده سيفي ممتازة راي ويلكنز ما نجح معنا بالعكس نفس المشاكل هلا هاري ردب يختلف عن راي ويلكنز من ناحية الشخصية إلى آخره والخبرات ولكن أنا برجع وبكر المباراة أستراليا أعطت انطباع أعطت انطباع أنه قد يكون ليس هو الشخص المناسب وبرجع وبكر لي مش لأنه غير كفو أو غير مؤهل أو ما عنده خبرات إحنا بحاجة إلى عقلية تدريبية تنزل لمستوانا أعتقد هاري ردب بعد هذا المشوار الطويل وبعد هذا السن من الصعب أن ينزل لمستوانا حتى نرتفع معه إلا إذا بنجيب جيل جديد نحكي عن لاعبين جديد كالتشر غير ثقافي غير يبدأ محهم من الصفر ما أعتقد أنه عنده هاي الاستعداد لأنه هو مش هيك هو اللفل اللي اشتغل فيه مش هيك فأنا بقناعاتي أنه يعني مش هو الشخص المناسب للأسباب اللي أنا ذكرت نعم طيب في حال تم الاستغناء عن هاري ردنا مين بترشح لقيادة المنتخب الوطني أنا برأيي المدرب المنتخب الوطني حاليا قبل المدرب في جيل حاليا لازم يكون فيه إحلال وتبديل نعم إحنا وصلنا لمرحلة هلا بنا نفكر بكأس آسيا 2019 وكأس العالم 2022 لازم يصير فيه خطة هيك الناس اللي بدأت تشتغل بطريقة احترافية لازم يفكر فيه لاعبين كتير موجودين حاليا يعني عمرهم اتجاوزوا المرحلة أدوا وقدموا كلهم من المنتخب ما فيه ما فيه شك ولكن أنا برأيي الجيل اللي بتفكر يعني حاليا احنا بنحكي بالـ 2022 بدك تحكي بموريد الـ 95 فهلا مرحلة الإحلال والتبديل قناعاتي أنه بغض النظر على الإسلام لازم يكون أولا شخصا دي خبرة أنا مع أنه ما يكون مدرب محلي أنا قناعاتي الشخصية ما احترامي لمدربين المحليين مدربين فيه مدربين ممتازين وبالعكس نجاحاتنا تحققت مع المدربين المحليين نعم وأنا قناعاتي أنه لازم يكون موجود المدرب المحلي المنتخب ولكن القيادة الفنية بحاجة إحنا نمدرب عنده خبرات على الأغلب أنا قناعاتي الشخصية أن المدرب العربي قد يكون أنجح في المرحلة الحالية نبدأ يعني برجعه بكر نبدأ شوي شوي والدليل برجعه بعيد الكابتن محمود الجوهري انجحنا معه الكابتن عدنان حمد انجحنا معه وحتى فترة حسام حسن برغم أنه أنا برأيي ما كانت كلها سلبيات كان فيها سلبيات وكان فيها إيجابيات نعم إذا نحكي منطق كرة قدم فأنا القناعاتي ما بعرف مين الأسماء ولكن المدرب العربي أقرب أفضل في المرحلة الحالية أفضل وأنا برأيي نبلش مع الجيل المنتخب الشباب سنة 18 ممكن نجيب مدرب أجنبي بالتأسيس مراحل التكوين هيك بتسوي المنتخبات اللي بتتطور يعني اليابان بس بدأت تطور في كرة القدم ما جابوا مدرب فكر عالي وحطوه للمنتخب الأول بدوا بالتكوين بدوا بالجيل الناشب سنة 16 سنة 18 شو المشكلة أنا بجيب مدرب أجنبي أو مدرب عنده خبرات على مستوى اليوث على مستوى الشباب سنة 18 ويبدأ مع هؤلاء اللاعبين ليصلوا لمرحلة المنتخب بكونوا يتأسسوا صح التأسيس مهم ولكن المنتخب الأول أنا بقناعاتي المدرب العربي هو أقرب لعقلية اللاعب الأردني نعم إذن رح ننتقل هلأ للحديث عن الاتحاد الآسيوي لأصدر اليوم طريقة للتأهل لنهائيات آسيا 2019 للمنتخبات اللي ما حالفها الحظ بالوصول المباشر من المرحلة الأولى خلونا نشوف هالتقرير عن الموضوع ونرجع نكمل حديثنا أصدر الاتحاد الآسيوي اليوم طريقة التأهل لنهائيات كأس آسيا 2019 والتي ستقام في الإمارات للمنتخبات التي لم تتمكن من الصعود لهذه البطولة من المرحلة الأولى هذه التصفيات سيشارك فيها 24 منتخب سيتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات لكل واحدة منها 4 منتخبات بنظام الدور المجزأ بحيث يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات التصفيات ستبدأ بمشاركة المنتخب الوطني اعتبارا من 28 من آذار للعام المقبل حيث يقود المنتخب 6 مباريات نصفها على أرضه ونصفها الثاني على أرض المنتخبات المنافسة له بنفس المجموعة وذلك أيام الثالث عشر من تموز والخامس من أيلول والعاشر من تشرين أول والرابع عشر من تشرين ثاني 2017 والسابع والعشرين من آذار عام 2018 وهو ما يعني أن المباريات الستة ستقام على امتداد عام كامل المنتخبات التي ستوقعها القرعة إلى جانب المنتخب الوطني مستوها أقل منا من الناحية الفنية لكن هذا لا يعني أن لا يتم التحضير الجيد لهذه التصفيات والتخطيط الأمثل لها لأجل ضمان المشاركة في كأس آسيا في الإمارات 2019 كابتن هلأ مشوار التصفيات هل تتوقع أنه يكون سهل ولا المنتخب رح يلاقي صعوبة في مشواره هاد لا هو ما فيشش سهل في كرة القدم ولكن تصنيفنا المفروض أنه نتأهل لأنه تعرف المنتخبات التي تأهلت لتصفيات كأس العالم تلقائيا تتأهل للنهائيات فالأسماء المنتخبات التي خرجت والتي ظلت المنتخبنا المفروض يكونون أفضل هذه الأسماء شوف إحنا كمان بدنا ننتبع على نقطة أنه فشلنا في هذه التصفيات لا يعني أنه ما بدنا يعني مش غلط دايما لوحد يخطئ بس إحنا ما بدنا نتصير نتطلع على الموضوع بس من منظار الفشل إحنا أنجحنا بمرحلة سابقة وصلنا لعب على ملحق كأس العالم بالتالي كل أي منتخب أو كل الدول حتى اللي بتسبقنا بالإمكانيات تعرضت لهذه الظروف هلل النقطة المهمة وين أنه إحنا نعالج هذه السلبيات ونحولها لإيجابيات وممكن هذا الكلام بصير لأنه برجع بعيد منتخبات كبيرة سابقيتنا في تاريخ كرة القدم وبالإمكانيات المادية وإلى آخره تعرضت لمثل هذه الظروف ولكن حتى ما تطول هذه الكبوة إحنا المفروض كأس آسيا المرحلة القادمة المفروض تكون معنا سنة نحضر إلها بداية التحضير نبدأ بأسف صحيحة نعم تحضير الجيل أنا برأي فيه جيل فيه لاعبين الكرة الأردنية فيها كثير مواهب لازم يأخذوا فرصتهم الآن مع عقلية تدريبية بشكل آخر أنا برأي يكون قريب من مستوى برجع وكرر يكون قريب من مستوى اللاعب الأردنية ويطلع معنا بك يكون عنده خبرات فإحنا برأي قادرين على النهوض كأس آسيا فرصة للتحضير لكأس العالم القادم 2022 فالتصفيات على الأغلب أنا بتوقع على الأغلب المنطق بحكي أنه رح نتأحل للنهايات كأس آسيا ونهايات كأس آسيا فرصة لإعداد جيل ولتصحيح المسار ما فاتنا إشي أكيد خرجنا من كأس العالم مؤلم الكرة الأردنية برجع بحكي كان من الظلم ما كان حدا متوقع هذا الخروج لازم نعالج الأسباب أهم شيء نحط إيدنا زي ما بحكوا على الجرح بطريقة موضوعية وبطريقة شفافة نعرف أنه هذا الخطأ اللي صار حتى ما يتكرر لأن الخطأ مش غلط الواحد يكون عنده خطأ في أي فيدباك في مراجعة للأمور ولكن ما يتكرر هذا الخطأ المنتخب برجع بعيد المواهب كثيرة بالكرة الأردنية أنا برأيي نستثمر بالمنشآت يكون عندنا ملاعب يعني أنا عندي رأيي بدلا من نتفع ببارك كبير إلى مدربين ممكن نستفيد منهم أو لا نستثمر أكثر في المنشآت في الإنفتراس تكشور يعني إحنا معناش ملاعب نكون صراحين معناش ملاعب خلينا نعمل ملاعب بشكل ممتاز لدينا خامات كويسة نهتم بالتكوين بالتكوين هاي هاي كلمة السر في كرة القدم باللاعبين الناشئين هدولة هم مستقبل أي دولة بدأت تطور لازم يهتموا بالقاعد الأساس الشغل الاحترافي بيبدأ من الأساس أنا برأيي ما فاتنا إشي ممكن بكأس آسيا نتأهل وممكن نعوض ويكون التارق التبع أنا كأس العالم نعم يعني كلها هي جوانب مترابطة منظومة فعليا لازم الواحد يبدأ فيها من بالخطوات من الأساس وقاعدة يكون قرارات سليمة صحيح قرارات سليمة بنية على أسس سليمة مش يعني أنا برأيي أنه تناسب ظروفنا تناسب ظروفنا وإمكانياتنا نوفر الأولى فالأولى نبدأ في الأولى فالأولى أنا برجع بحكي العنصر البشري عندنا موجود يعني عوامل الاحتراف مش موجود عندنا منها إلا العنصر البشري عندنا إمكانيات ممتازة بدون شك يعني والكل بيعرف هذا الكلام اللاعب الأردن لاعب مهاري لاعب عنده روح عندنا خامات كثيرة ممتازة من لا شيء صنعنا أشياء كثيرة بالتالي وصلنا لمرحلة لازم نهتم بالمنشآت يكون لدينا ملاعب طريقة ملاعب تليق ممكن نتمارس عليها كرة قدم ونبدأ نهتم بالتكوين أنا برأي موليد سن 97 موليد سن 95 تركيز عليهم القاعدة هي الأساس حاليا بالفترة الحالية القاعدة هي الأساس نعم طيب خلينا نحكي هلأ المنتخب رح يعد فترة طويلة بدون مباريات رسمية بدون ما يخض أي مباراة رسمية هل يعتبر هذا الإشي إيجابي أم سلبي نحن طلعنا من هلأ هو أكيد يعني أي راحة سلبية ولكن أنت ممكن تستغلها ممكن تستغلها أنك تفكر مين يعني تأخذ قرار مين المدرب هلأ بنا نجدد مع ريدنب هلأ إذا أصحاب القرار شايفين أنه ريدنب مناسب بدون يجدد فرصة أنه يشوف اللاعبين لأنه أنا متأكد عندي قناعة لو ريدنب في خياراته إذا شاف اللاعبين خيارات كثيرة راح تختلف نعم خياراته ممكن تختلف فنهتم به بهاي السن نهتم بدورينا لازم نعرف في كرة القدم إذا بنسوي منتخب قوي لازم يكون عنا دوري قوي دوري قوي هاي معادلة متلازمة دوري قوي بنتج منتخب قوي عنا مشاكل في أنديتنا لازم نهتم بالأندي لازم الاتحاد يركز جهوده مع الأندية بصراحة حتى نكون صراحين لازم يكون عنا إدارات محترفة تهتم بهذه الأندية لأنه اليوم المنتخبون يتاج الوحدات القوي الفيصل القوي الرمثة القوي نساعد شباب الأردن قوي كل الأندية نساعد هاي الأندية من كل النواحي ونطور هاي الأندية والأندي نفسها تتطور إذا كرة القدم ما فيه بتكتب داب للأساس الأندية هي الأساس لازم نتطور أولا العقلية الإدارية المحترفة لهذه الأندية كيف الإمكانيات تكون هاي الأندية قوية إذا صارت أنديتنا قوية أكيد منتخبنا أنا متأكد منتخبنا بتطور وانا برجع بأكد بما انه عندنا الخامات وعندنا المهارات اللاعبين موجودين العنصر البشري موجود ولكن بنا نبدأ من القاعدة نعم نعمل بشكل احترافي انا برأي البداية من الاندية والاندية نفسه لازم تشتغل على نفسه برضو الاتحاد ما عنده سلطات انه يقدر ممكن يغير كل شيء الاندية لازم تكون ادارات محترفة نطور انديتنا بالتالي اكيد النتاج الطبيعي يكون المنتخب راح يطور ان شاء الله احنا منتطور ونشوف منتخب اقوى في السنين الجاي ان شاء الله اذا رح ننتقل هلأ لنشوف فقرتنا الاسبوعية قصة هدف الدقيقة صارت 92 وريال مدريد متأخر بهدف لصالح اتليتيكو مدريد في نهاي دور ابطال اوروبا 2014 في لشبونة ضربة ركنيا حسبت لصالح الفريق الملكي راح يسددها مودريتش وكانت هي الامل الاخير لعشاق ريال مدريد بانهم يسجلوا التعادل وبرفع ولا اروع ارتقى الها المدافع سيرجيو راموس وسددها براسه بكل قوة لا تسكن شباك اتليتيكو وتنفجر جماهير الريال فرحا بهذا الهدف اللي حرم فريق اتليتيكو مدريد من تحقيق لقب كتير تمنوا وبفضل هاي الرأسية اذا ريال مدريدي سجلت لت اهداف بعد ما تمددت المباراة ويتتوج بالاقب العاشر لهاي البطولة الغايبة عنه بفضل رأسية راموس اللي تسمى بعدها برجل العاشرة ملكي على قبيلة الملوف راموس 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 دولاتو 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 دالكازا بلايكا الريال مدريد هدف لهدف مش ممكن مش ممكن بالقوة تدخل بالبونية تدخل بالساق تدخل بالرأس تدخل راموس يدخلها الشباك الله يا راموس منقذهم منقذهم ملهمهم مدون الانفجار زيزو يقول عدنا كابتن رأفت بدي اسألك عن راموس يمكن هو تسبب بإضاعة ركلة جزاء لريال أمام بيان وخلى مدريد يطلع من دوري الأبطال لكنه قدر يسدد دينه فشو رأيك بهذا الهدف وشو تأثيره على جمهور ريال مدريد أكيد وهذا الهدف اللي جاء بكأس أبطال أوروبا يعني كان بالدقائق الأخيرة يعني احنا بنحكي بستوى كرة قدم يختلف مختلف تماما يعني شفنا دقيقة كانت آخر دقيقتين أو آخر دقيقة نهائي كأس أبطال أوروبا وكيف رجعوا للمباراة يعني هذولا احنا لازم شوفي انا بحكي دائما احنا لازم احنا بنطلع على كرة القدم العالمية ممكن نحاكيها هاي نموذج انا دائما بحكي كرة القدم مش ذرة مش صناعة ذرة بس بدها أسس اذا الأسس كانت عندنا موجودة ممكن ممكن انه احنا نتطور ممكن احنا يعني احنا ما نشوف هاي المباراة بس عشان التسلي ممكن نستفيد من هاي الدروس نتعلم من هاي الدروس على مستوى معين يعني انا بصراحة احكي لك يا انا انا كثير بحكيها انه منلوم المنتخب انا برأيي المنتخب ممتاز المنتخب الوطني حقق نتائج ممتاز اذا بتطلع انديتنا وعلى الدوري المحلي يعني بصراحة اللي بتطلع الدوري المحلي بتوقعش انه عندنا منتخب يعني بتشوف مستويات الاندي حتى الاندي الكبيرة حتى اكون معك صريحة يعني بتشوف مباراة يعني مباراة مباراة الديربي بين الاندي الكبير ما في مستوى ما في ملاعب عندنا فاحنا بنرجع بنحكي دائما انا مصرر على هاي النقطة الاندي هي الاساس اذا مننطور كرتنا ممكن نصل لمراحل مطور ان شاء الله بشكل سريع شو توقعاتك لالكلاسيكو يوم السبت يعني اتوقع برشلونة 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 اقرب نزعل هيك لا احنا يعني فنيا فنيا برشلونة اقرب برشلونة ان شاء الله احنا طبعا نتمنى التوفيق للفريقين بس انا بتمنى ريال مدريد يفوز طبعا انا زي هيك بس بالنهاية المنطق بحكي برشلونة اقرب بس هذولة مستوى غير عننا يعني ممكن يعني ممكن صير اي اشي مفاجأة مش مفاجأة يعني ريال مدريد احنا من ناكي شو المفاجأة يعني ممكن ريال مدريد يفوز يعني العناصر موجودة اللاعبين موجودين ولكن البرشلونة حاليا فريق مش سهل يعني مش سهل اطلاقه ان شاء الله برضو بقول ريال مدريد ان شاء الله الله غير يفوز كابتن أمدي أشكر حضورك معنا اليوم أهلا وسهلا فيك أهلا فيك تسلم